في الوقت الذي يعصف فيه وباء كورونا والأزمات الاقتصادية والسياسية المتعددة بلبنان تغرق إيران البلاد بأدويتها الفاسدة الأسواق عبر وكيلها المصنف على قوائم الإرهاب ميليشيا حزب الله محامون وحقوقيون انضموا إلى خط الجهات السياسية والصحية المنددة بأزمة قطاع الأدوية الجديدة متهمين ميليشيا حزب الله بتوريد أدوية من إيران وذلك بتواطئ من وزارة الصحة التي تسيطر عليها الميليشيات خلال السنوات الأخيرة اليوم حزب الله ما عم بيقف شيء سيء غير ما عم بيعملوا حتى وصل على صحة العالم والدواء ونحن دايما بالمرصادة هيدا اليوم عم نأكد للمرة الألف أنه ما في فسيد بالبلد غير ما هو حمي وإذا مش هو حمي هو بإيديه بيعملوا الاحتقان الشعبي من فساد ميليشيا حزب الله أو ذراع إيران الطولة في لبنان للهروب من العقوبات يتضاعف لا سيما بعد انهيار الليرا اللبنانية أمام الدولار لتضيف الميليشيا بعدا جديدا للأزمة الصحية التي تأن تحتها البلاد حزب الله يحاول أن ينشئ في لبنان سوق خاص بالمشتوردات الإيرانية بما في ذلك الدواء يعني نحن عم نشوف بكتير مطاريح أصبحت المواد الغذائية الإيرانية وأصبحت الأكل والشرب والطعام يعني راحوا صوب البعيد يعني راحوا صوب صحة المواطن راحوا صوب ضرب صحة المواطن من بعد ما أخذوا السوق كله أخذوا الأمن وأخذوا العسكر وأخذوا الإقبصاد الآن هني في معركي أمام أخذ الصحة من هون إصرار حزب الله بآخر سنتين على أخذ بغارة الصحة ملف فساد تتورط به ميليشيا حزب الله عبر مواصلتها تهريب الأدوية المستوردة إلى لبنان بالدولار من خلال المعابر غير القانونية بحسب جهات سياسية مستغلة فوضى الأزمة الاقتصادية والمعيشية لخدمة مصالح وأجندات طهران ووفقا لعدد من النواب اللبنانيين فإن إيران تجني أرباحا من عمليات تهريب الأدوية تصل إلى 150 مليون دولار سنويا لتحكم عبر ميليشيا حزب الله قبضتها أكثر على الاقتصاد اللبناني المنهار مستغلة الأزمات التي تعصف بجميع مفاصل الدولة مغذية بفسادها وقود الغليان الشعبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر